أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية توحيد كافة الجهود الدولية ومواصلة البناء على ما تحقق على صعيد التعاون الدولي بما يسهم في دعم مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا معاليه للدور الذي يطالع به البنك الدولي في طرح المبادرات التي تسهم في تحقيق الازدهار والنماء لكافة دول وشعوب العالم جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين وذلك في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي العاشر بعد المئة في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وأشار معالي إلى أهمية مواصلة طرح الحلول والمبادرات التمويلية المبتكرة ومؤويتها مع المتطلبات الأساسية لنمو الاقتصادي إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير البيئة المحفزة لنموه وأكد سبع معالي وزير المال يوحد صاد الوطني على أهمية الدعم المالي الإضافي الذي قدمه البنك الدولي لصندوق غزة والضفة الغربية الإعتماني خلال العام الماضي لفتا معالي إلى أهمية استمرار مجموعة البنك الدولي بتوسيع أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية للاستجابة الفورية الطارئة كما أشار معالي إلى الحاجة لدعم مماثل من جانب البنك الدولي للمجموعة للجمهورية اللبنانية نظرا للظروف التي تمر بها لفتا في هذا السياق إلى دعم مملكة البحرين لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتفادي المزيد من التوتر والصراع بما يعزز مسارات التنمية والازدهار ترجمة نانسي قنقر